أهلا بكم تابع جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مجريات التمرين التعبوية مطر غزير ثلاثة الذي نفذه سلاح المدفعية الملكية وسمع جلالته بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنطي إلى إجاز قدمه قائد سلاح المدفعية الملكية حول تطور سلاح المدفعية والأسلحة والمعدات التي أدخلت حديثا إليه وقدم رئيس شعبة العمليات والتدريبات إجازا عن التمرين الذي يحاكي تهديدات محتملة والإجراءات المتخذة لمواجهتها كما وتبع جلالة الملك رمايات حية تمثل دور سلاح المدفعية في الإسنادة أثناء تنفيذ مهمة لتشكيلات ووحدات المناورة وتضمن التمرين رمايات لراجمات صواريخ حديثة والامتعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومدافع الهوان إضافة إلى تحميل لفصيل من سرية مدفعية لواء الشيخ بن محمد بن زايد آل هيان التدخل السريع والتزود بذخيرة راجمات صواريخ بواسطة طائرات سلاح الجو العمودية ويهدف التمرين إلى اختبار الجاهزية العملياتية والقتالية لوحدات سلاح المدفعية وقدرتها على التخطيط والتنفيذ والتنصيق فضلا عن مواكبة السلاح للتطورات التكنولوجية الحديثة وجل جلالته في معرض للأسلحة والمعدات والذخائر المستخدمة في سلاح المدفعية الملكية وأشاد جلالة الملك بدقة ومهارة المشاركين في التمرينة وبالكفاءة العالية لتشكيلات القوات المسلحة